كما أعلنت ارتأت يعني أنه هذه الدوافع تجعلها تدفع بمرشح للرئاسة وفي التحليل النهائي هنلاقي أنه برضو الجماعة بتعلي من مصلحتها العلي يعني هي مش قادرة تشكل حكومة وخايفة على البرلمان اللي هي بتشكل معظمه وعلى هيئة تأسية الدستور اللي هي بتشكل معظمها خايفة أنه ده يختفي فجأة فعايزة يبقى ليها رئيس عايزة تحتفظ بالمكاسب اللي أصلت لها لكن الحقيقة كل دي دوافع لما ننظر إلى كواليس ما جرى أو ما حدث خلال الشهور الأخيرة بنجد أنه الإخوان المسلمين من اللحظة الأولى والطيف أن يكون لهم رئيس لمصر موجود تحديدا في شخصية خير تشاطر يعني المتابعين لحركة الإخوان المسلمين كانوا عارفين جيدا أنه حالة العداء الشديدة اللي تم اتخاذها تجاه عبد المنون بالفتوح كلها بتصد في مصلحة خيرت الشهور أنت قدام كادر سياسي داخل الجماعة قدام رجل أعمال نشاط وواسع جدا وبالمناسبة فيه تساؤل قد يبدو منطقي يعني يعني خيرت الشهور النهاردة بيقول أنه دخل السجن في عصر مبارك أربع مرات وقضى فترة طويلة جدا في السجن والطهد وسودرة أمواله وتم تشريد أسرته فأنا بفجأة فيه بيبين نهاردة أنه يعني ملياردير ضخم جدا بعد أقل من سنة من انهيار عصر مبارك يعني لا توافق أنه يمتلك كل هذه السروة مع ما ردده عن اضطهاده وسجنه ومصادرة أمواله وإغلاق شركاته في خلال عصر مبارك يعني فيه ألغاز كتير موجود على أي حال قرار خيرت الشهور للترشيح تم تسويقه اللينا كمصريين على أنه الرئيس المنقذ لمصر حتى أنه الإخوة المسلمين بيروجوا ليه على أنه يوسف هذا الزمان يعني النبي يوسف الذي خرج من السجن لينقذ مصر من السنوات الإعجاب خيرت الشاطر قبل إعلان ترشيح نفسه يمكن بأسبوعين كانت فيه مجموعة من اللقاءات اللي جامعته هو ودكتور محمد مرسي رئيس الحزب الحرية والعدالة ومجموعة من قيادات المجلس العسكري لأنه فيه أزمة الحقيقة يعني فيه أزمة فيما يتعلق بالحكومة وحكومة الجنزوري فيه أزمة فيما يتعلق بمجلس الشعب فيه أزمة حتى فيما يتعلق بحزب الحرية والعدالة فيه دعوة قضائية بتطالب بحل الحزب فيه أزمة فيما يتعلق بوضعية خيرت الشاطر نفسها القانونية كل هذه الأزمات كانت حوار في هذه الاجتماعات اللي تمت ما بين القيادات الإخوة المسلمين وقيادات المجلس العسكري يوم السبت يعني 23-24 مارس حصل اجتماع ما بين قيادات جماعة الإخوة المسلمين وعدد من قيادات المجلس العسكري وتم الاتفاق فيه على أنه يعني خيرت الشاطر يقدر يحصل على العفو العام من الأضايا اللي حكم عليه فيها في عصر مبارك وعنده ثلاث أضايا يعني أضايا في 95 وأضايا في 2001 وأضايا في 2007 وهذه الأضايا حكم عليه فيها بالسجن وهذه الأحكام تعوق ممارسيته للعمل السياسي فتم الحصول على القرارات بالعفو وكان الترتيب أن يصبح خيرت الشاطر رئيس للحكومة في النظام القادم يعني يبقى الرئيس من خارج جماعة الإخوة المسلمين ويمكن أن يكون رئيس الوزارة من داخل الجامعة وتم الاتفاق على هذا لكن المفاجأة اللي فوجئ بها حتى أعضاء المجلس العسكري أن يوم السبت لما أعلن خارج الشاطر ترشيحه الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أعلن ترشيح الشاطر بعد استقالته من جماعة الإخوة المسلمين ودي حركة مسرحية يعني ممكن ما تلاقيهاش إلا في مسرحيات نجيب رحاني تاني يوم على طول حد هذا الخبر كان مفاجأة لبعض أعضاء المجلس العسكري لأنه ما كان الترتيب المتفق عليه أنه الرئيس من خارج جماعة الإخوة المسلمين والجماعة لا تدفع بمرشح للرئاسة لكن يبدو أنه هذه اللقاءات بدت فيها سوق النية من الطرفين يعني الجماعة شعرت أن هناك اتجاه لدى المجلس العسكري أنه يعني يأكل الجماعة والجماعة بما حققته من مكاسب لم تكن تحلم بها في 80 سنة منذ إنشاءها تريد أن تحافظ عليها فبدأ أنه القرار لجماعة الخارج المسلمين استغلت أنه فيه حالة من الاحتقان إلى حد ما ضد المجلس العسكري بسبب طول الفترة الانتقالية وسوق إدارة الأمور في البلاد وهو إلى آخره نعم فتم الإعلام الشاطر قبل ما يرشح نفسه يعني هو يحظى بدعم جماعة الخارج المسلمين لأنه في النهاية حتى لو طلعت مجموعة من الشباب تعترض وتنشق وتعلن استقالاتها لكن إحنا قدام تنظيم محكم قائم على السمع والطع وتنظيم كبير تنظيم يعني هو تنظيم الفكرة أكبر من التنظيم يعني هو إحنا بنتكلم على بعد الثورة تم الإعلان عن رقم التنظيميين اللي هما بيدفعوا اشتراك حوالي 800 ألف لكن الفكرة أكبر من التنظيم يعني فكرة أنه الناس تتعاطف مع الإخوان وهو الأخره أكبر من التنظيم فكان فيه فصيل آخر لابد أن تضمنه لأخوان المسلمين وهو السلفين السلفين لاحزوا أن خارج الشاطر لم يعلن ترشيحه الرئاسة إلا بعد تسريب الكلام عن جنسية أم حزم أبو إسماعيل الأمريكي وحزم أبو إسماعيل يعني تقول عليه ما تقول وتختلف مع ما تختلف لكنه كان الأكثر وضوحا بين المرشحين للرئاسة يعني الرجل كان واضح يجي يقول أنا هعمل واحد اتنين تلات اربعة لا يعني ما عندهش علم اللوع ما عندهش مراوغات لا واضح وصريح ده أفزع الناس منه شوية لكن خلنا نقدر نتعامل معاه وكانت له أرضية في الجماعة السلفية ضخمة جدا رغم أنه حزب النور يعني لم يحسم أمره منه لكن كان له أرضية ضخمة جدا فيه الحركة السلفية فلما بدأت بوادر أن حزم أبو إسماعيل سيخرج كان فيه لقاء حصل ما بين خارج الشاطر وعدد من قيادات الجماعة السلفية وكان على رأسهم الشيخ ياسر برهامي بتاع اسكندرية وكان المنسق لهذا اللقاء الواحد اسمه الشيخ محمد يسري اللي كان مرشح في مصر جديدة قدام مصطفى النجار واللي حصلت بينهم المشكلة لما عملوا لافتات أن مصطفى النجار مسيحي وما تنتخبهوش وكده وبعدين اعتذر له فمحمد يسري كان هو المنسق ما بين خارج الشاطر والحركة السلفية لدعم مرشح الإخوان في الرئاسة وده يفسر أنه أول لقاء عمله خارج الشاطر بعد إعلان ترشحه رسميا كان مع هيئة كبار العلماء اللي هما من الجماعة السلفية وفي هذا اللقاء تعهد بشكل أساسي أنه يكون لجنة من كبار العلماء تبقى هي المرجعية للدستور وهي المرجعية للتشريع وهي المراقبة لتنفيذ القوانين وده يدخلك على طول على فكرة ولاية الفقه في إيران يبقى فيه احنا عندنا دولة فيها مؤسسات في مجلس الشعب ومجلس الشورى وبنشرع مش محتاجين جماعة أين كان وضعها أو أين كان كفائتها أنها تبقى رقيبة على البرلماء فهنا يبدو أنه هذه الصفقة أنه تأييد السلفيين لخارج الشاطر مقابل أنه تبقى الأجندة السلفية موجودة وهي الأجندة السلفية أول حاجة فيها اللي هو تطبيق الشرع الإسلامي من ضمن الحاجات برضو لحظاك يعني تأكيداً الكلام ده أنا شفت المتحدث الرسمي للسلفيين أو حزب النور نادر بكار تمام طلع على التليفون في أحدى البرامج وقال إحنا بنريدرس دلوقتي أن إحنا ندعم المهندس خيرة الشاطر نادر بكار تقريباً بعد دقايق من إعلان خيرة الشاطر ترشيح وأعلن أنه خيرة الشاطر هو المرشح التوافقي بين السلفيين والإخوان لكن يبدو أن هذا الإعلان كان متعجل فطلع متحدث آخر باسم حزب النور والدكتور محمد يوسي تقريباً وقال أنه خيرة الشاطر مثل باقي المرشحين لسه نتقابل معاه أنا عندي سؤال صغير قد كده هو يبدو أنه هو تاخي شوية لكن موجود الناس كتير قوي بتسألوا برضو عشان نستكمل مع بعض حضرتك بقيني روح الجزء التاني لوقع عمر سليمان هو بما أن المرشد العام للإخوان المسلمين هو اللي قدم على الميكروفون المهندس خيرة الشاطر أنه هو ده هو ده مرشحنا ودلوقتي فيه واحد تاني اللي حيخش لترشيح للرئيسة الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي طب هو ليه المرشد نفسه ما يقدمش نفسه بقى للرئيسة الجمهورية وخلاص يعني يعني ليه دول هما اللي يطلعوا طبما أنت يعني ليه ما يرشح نفسك أنت أولا لقى في حاجتين هنا أول حاجة أنه إحنا يعني جماعة الإخوان المسلمين وضعها في الحياة السياسية المصرية يشبه خلينا يعني حتى لو كان فيه تجاوز في التوصيف السياسي يعني فيه حالة من النصب السياسي بمعنى إيه بمعنى أنه خارج الشاطر كان عوض في جماعة الإخوان المسلمين نائب المرشد لكن عشان يترشح فلرشحه حزب الحرية والعدل لأنه جماعة الإخوان المسلمين حتى هذه اللحظة جماعة غير قانونية ما لهاش تقنين يعني يعني فيه جماعة معنوية اسمي الإخوان المسلمين وفيه أفراد ومكتب إرشاد لا ممكن يرشح نفسه على أنه فرد يمكن أن يرشح نفسه على أنه فرد لكن فيه طول وقت فصل أنه المرشد هو رمز الجماعة الدعوية لأنه الإخوان المسلمين في الأساس مفروض يعني الحسن البنة لما أسسها أسسها لأنها جماعة دعوية بطرع الأخلاق في المجتمع ويعني تميل إلى الترائق أكتر من المعاملات والسياسة فهنا المرشد هو رمز الرمز الرمز الأكبر ليه جماعة الإخوان المسلمين الزج بيه فيه معركة سياسية الآن مش الإعلام بس يعني كل النشاطاء على الشبكات الاجتماعية على تويتر وفيسبوك يعني أي واحد بيطل بس برأسه على ساحة الترشيح للرئاسة مش بيتم تفتيش جيوبه لا بيتم تفتيش تحت الجلد وزي ما أنت شايف بيتم نوع من التعامل لأنه المصرين اكتسبوا من بعد الثورة أنه لا رموز على الإطلاق يعني الشعب نزل حسن مبارك ده اللي هو كان لأحد يقترب منه رفعوا جازمة في وشه فما فيش رموز فهنا الإخوان أعتقد ما لم يزجوا به محمد بديع للحفاظ على الرمز الأكبر للجماعة أنا آسف يا دكتور لازم أنتنقل للفرف التاني عشان أنا فقريتي هتخلص ويومي كمان هيخلص يعني آخر ملحوظة هو كل القيادات بتوع الإخوان المسلمين نتحبسوا مع ده المرشد لا في ناس كتيرة ما تحبستش يعني في ناس كتيرة ما تحبستش المرشد في فترات سابقة تحبس تحبس قبل يعني أيام عبد الناصر حسن الهضيبي تحبس طبعا لا أيام عبد الناصر أنا أتكلم في العهد وأيام السادات عمر التلميثاني تحبس أنا آسف يا دكتور أنا لازم أخش على الطرف التاني عشان ببقاش تكلمت عن طرف واحد عمر سليمان اللواء عمر سليمان يعني كان واخد قرار بأنه يعني يكمل حياته في سلام بعيد عن السياسة وهو والآخر لكن الحقيقة أنه هو كان يشعر بمرارة شديدة شديدة جدا لأنه هو كان يشعر بما يشبه الإقصاء أو عاوز أقول الخيانة من المجلس العسكري يعني في 11 فبراير صباحا كان فيه اجتماع والاجتماع دي تنشر في الجرائد يعني حتى ما بين أحمد شفيق والمشير تنطاوي وعمر سليمان وكان الاتفاق على أنه عمر سليمان هو من سيقوم بالتفاوض مع الرئيس مبارك للخروج للخروج ما كانش لسه فيه كلام على تنحي ولا أن يسيب السلطة ولا أي حاجة هو بس يطلع من القاهرة لحد ما الأمور تهدأ أو يشوفهم هيعملوا إيه وتم تفاوض عمر سليمان هو النائب وهو الأقرب إلى الرئيس فهو اللي يتكلم معاه وبالفعل يتكلم معاه وأقنعه أنه يسافر شرم الشيخ وهو في الطريق لشرم الشيخ تم بعد ما وصل شرم الشيخ تكلمه وقاله أن الوضع سيء جدا وفيه بيان لازم نعلنه وهو كذا قرى في التليفون فالراجل ما مناعش وده كلام منشور لكن اللي مش منشور أنه تم الاتفاق ما بين التلاتة إعلان مجلس رئاسي يدير البلاد بعد تنحي مبارك كلامته كان 11 فبراير 12 فبراير لما هيبدأوا يعلنوا عن المجلس الرئاسي فالمشورة تنطوي بلغ أحمد شفيق وعمر سليمان أنه يعني الأسر جمهورية أفل خلاص الرئيس ميشي والأسر جمهورية أفل والمجلس أسكري هو اللي بيدير شؤون البلاد في حالة مش عايز أقول يعني هي دي السياسة يعني يعني هذي السياسة لأنه الرئيس ميشي والنائب بتاعه خلاص معدلوش معدلوش دور هذه المرارة بالإضافة كمان إلى أنه عمر سليمان هو رجل كراجل المخابرات وراجل المعلومات عارف أنه هو الرمز الكامل لنظام مبارك يعني هو نزوله الآن في الانتخابات ده معناه أن النظام استمر يعني يعني يمكن أحمد شفيق أقل عمر سليمان عندي رجل رئيس جهاز المخابرات لفترة طويلة جدا ممكن أكتر من 20 سنة أو أقل قليلا يعني هو صديق مقرب من المبارك هو نائب للرئيس في الفترة الحارجة وكان دور عمر سليمان في هذه الفترة متصاصل غضب وحل المشكلة لصالح مبارك أو يعني لصالح النظام فهو هنا الرمز الكامل لهذا النظام عمر سليمان بعد ترشيخ خارج شاطر واجتماع المجلس الأعلى القوات المسلحة المجلس العسكري لمناقشة سيناريوهات مواجهة الإخوان أو مواجهة مرشح الإخوان كان أنه أنا أعتقد أنه عمر سليمان المجلس العسكري اضطر لي وفيه مندوب بالفعل من المشير تنطوي راح قابل عمر سليمان وأعتقد أنه حركة عمر سليمان إعلانه أنه لن يترشح يوم الخميس يوم الأربع وبعدين قبول وترشح يوم الجمعة فيها حركة من يعني التطهر السياسي بمعنى أنه هو عاوز يبقى هو المطلوب للمنصب يعني طبعا فيه بعض شابها بحركة عبد الناصر يعني أنه تنحى وفالناصر راح عن هتفته لأنه الهتف العبد الناصر يعني كانوا كتير قوي فالفكرة أنه عمر سليمان عايز ينزل الانتخابات مش أنه عايز ينزل لا الناس هم اللي راحوا وقالحوا وطلبوا ورفعوا صوره وقالوا له تعالى انقذنا فهو نزل بناء على رغبة الجمهور هو رجل غير راغب وزايد في المسألة والاستجاب لكن أنا أعتقد أنه تم التنسيق كاملا ما بين المجلس العسكري وعمر سليمان في نقطة مهمة جدا في المواجهة أرجوك سريعا عشان أنا عايز أسمع أرجوك ما بين مرشح الإخوان وإذا جاز التعبير مرشح المجلس العسكري المواجهة الآن إذا انتصر أمر سليمان معنى ذلك النظام مبارك لا يزال بقية رقم واحد رقم اتنين أنه ننتظر مواجهة قادمة ما بين الإخوان المسلمين والرئيس القادم والمجلس العسكري مواجهة طاحنة جدا يعني بتعبير أحد الباحثين في الجماعات الإسلامية قال يعني هذه المواجهة ما بين الإخوان وما بين الجيش ما بين المجلس العسكري اللي هينتصر فيهم هيحفر للتاني يعني ثلاثة كيلو تحت الأرض ويدفينوا فيه وده كلام مش مبالغة يعني لو عمر سليمان هزم وده مش بعيد عن التوقعات بالمناسبة هيبقى ده نظام مبارك انتهى تماما يعني رغم وجود عدد كبير وبقاء حزب وطني والفلول اللي عادينا تكلم عليهم لكن هزيمة عمر سليمان الرجل الذي يجسد نظام مبارك تماما هزيمته تعني أن نظام مبارك انتهى للأبد وهزيمة هزيمة لا يبقى أنت قدام هزيمة خيارة الشاطر فأنت قدام مأساة جديدة تدخلها جماعة الإخوان المسلمين تضاف إلى المقاسي المستمرة من 48 و54 و65 كثير من أصدقاء كثير من الأوساط الفنية كثير من الأوساط السياسية قالك لو هو فضل في الآخر عمر سليمان مع حفظ الألقاب وخيرة الشاطر أنا مش هراحة صوت هتعمل انت ايه لا هصوت لعمر سليمان هزروحة لعمر سليمان شكل واضح الدكتور محمد البيض نائب رئيس تحرير جريدة الفجر شكرا جزيلا لحضرتك فانا شكرا ده كان يومنا النهاردة وساعة اتنين بالزبط كمان تلت ساعات إلا أو تلت ساعات باب الترشح لرئيسة الجمهورية حيغلق ودخلين لمرحلة جديدة في تاريخ مصر ربنا يستر على مصر